أثار تسلل ممثل للبوليساريو إلى مؤتمر تيكاد في اليابان جدلاً بعدما تبين أن الوفد الجزائري وراء إقحامه دون أن يكون مدعواً وأظهر شريط فيديو مسرب أن ممثل البوليساريو لم يرغب في الرد على سؤال حول ما إذا كان مدعواً للاجتماع وقال إنه يرغب في التحدث لاحقاً عن الموضوع وجددت اليابان التي استضافت الجمعة الماضية الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي التاسع لطوكيو حول تنمية إفريقيا تي آي سي آي دي ناين تأكيدها الرسمي على عدم اعترافها بالكيان الوهمي البوليساريو وأكد نائب وزير الخارجية الياباني فوكازاوا يويتشي خلال جلسة عامة أن تسلل البوليساريو إلى هذا الاجتماع لا يغير شيئاً من موقف اليابان وشددت اليابان على أنها لا تدعو إلى مؤتمرات تي كاعد إلا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة